مشاهدينا منبلش مشوار برنامج صباح اليوم مع ضيفي أحمد شماسي اللي هو مؤسس شركة لابريكس صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح نور جعد لإسمك لابريكس أوكي ها أنت بدك تقوله أوكي أحمد اليوم يعني بظل ما يحصل في العالم كله طبعا هي نحن منفكر أنه كل واحد حامل التليفون تبعه ولكن نحن موصولين كلنا على سورس وحدة على طاقة وحدة صحيح صح كله عم يتفحص وعم يطلع من هيدا التليفون وشو اللي عم بيصير وشو البوستات اللي عم تنحط وشو الستوريز وشو التعليقات اليوم اللي عم بيصير أنه فيه كاملة الأفواه في عملية اسكيت للعالم أجمع صحيح إذا بدنا نحكي باللي عم بيصير حاليا أول شي بدنا نقول أنه كل شي عم بيصير حوالينا هو خطة لشي أكبر لخطوة أكبر فإذا بدنا نحكي عن موضوع السوشيال ميديا كيف هذا الموضوع عم بيصير فيه تحكم وعم بيصير فيه ضغط ليتقفل عليه هذا بيصير من خلال شو هنه البوليسيز إذا بدك أو شو هنه الرقابات اللي بتنحط الأشياء اللي عم تنخط حاليا هو بس عم بيصير مثل إذا بدك يعني ما بدون يصير في خوف بالعالم فبصير يحطوا حدود بس بنفس الوقت أو عدم إظهار حقيقة ما أو عدم أنه نحن نضوي على ما يحصل بأرض فلسطينة المحتلة أو عدم يعني عدم التحدث بصوت عالي عمال يعانيه خلينا نتفي أنه الشي اللي بتخاف منه العالم هو الحقيقة ديما نحن بطبيعتنا بالطبيعة عولة البشر بدنا نتهرب من الحقيقة لقد ما بنقدر نعم أو بدنا نغمد عيوننا عن شي كرمال نحاول نتفديه أو نحاول نتفديه أو نتفديه الوجع هيك بيطلع عليها الإنسان فاللي عم بيصير هو عم بيصير هول قيود كرمال ما ينتشر خوف أكبر بس بنفس الوقت عم ينسكت عن حق كبير عم ينسكت عن اللي بيصير عن اللي عم بيصير واللي عم بيصير أبدا ما فيه نسكت عليها هي عملية ممنهجة صارت عملية إلكترونية ممنهجة كل شي بالحياة بيمشي بطريقة معينة نعم وعاستش الميديا صارة هلأ عم تمشي بهذه الطريقة نعم اللي هي شل الشي اللي عالم بده تشوفه عم بتشوفه أو عم ينشاف نعم قالنا أنه في الخرازمية اللي هي الروبوت اللي بيمسؤول على شو فرجيك المحتوى الخاص فيك شو الشي اللي انت بتفضلي بفرجك إياه بس بنفس الوقت في عندي كمان قصة الريبورت وهيك إذا حدا حكي كلمة غلط إذا حدا صار فايلنس كل هول خبريات عم بيصير فيه ربورت مثلا على الأكاونت وهيك والأكاونت وبينعمل له بان يعني بطلت القصة بشده بان صار في بان وهلأ إذا بتشوفي على الأب ستور بلاي ستور بتلاقي أنه فيه عالم فاتوا وبلشوا يعملوا رايتنجز وان ستار وتو ستار لفيسبوك وإنستغرام بعض الأبليكيشنز اللي هن مثل فيسبوك وإنستغرام عم يفقدوا رايتنج تابعا الفيسبوك هلأ إذا تفوتها على الأب ستور رايتنجز صار 2.2 يعني نزل بكمية كتير كبيرة والعالم عم يفوته بك غضب الناس يعني الناس عم بتعبر عن غضبه من اللي عم تعملوا إدارة فيسبوك من اللي عم تعملوا إدارة إنستغرام المسؤولين عن قمع الحريات لهنا هذا قمع للحرية بطريقة ما وبالتالي نحن جماعة ما عنا القرار منه بإيدنا حتى بهيدي القرار مش بإيدنا عم يتحكموا فينا هو عم يتضوّع على النقط للعالم لازم يتضوّلون عليها يعني ما عم يتضوّع على النقط اللي بدون يفرجوا مثل ما قلت لك الحقيقة كرمال يخلوا العالم تتأثر بطريقة سلبية أو يفرجوا شلع عن جد عم بصير لا كل شي بالحياة فيه إلو حضور كل شي بالحياة فيه إلو طريقة لا يمشي هيدة الطريقة هن بيكتبوا الخرازمية وهيدة الخرازمية يتحدد كم يدد البابية عن هيدة konfront بس كمان بنفس الوقت في وقت مدفع الاخر اللي هو نحن كمان فينا نحدد من نشوفه على الخرازمية يعني فيه أكاونت هذه المرة حاولها واقعي لانه أن الأكاونت ما هيبين عند حدا تاني غير اللي عمين لك فولو فشو عمله العالم كل عالم عمله فولو فكمان هي بتجي من دعم العالم يعني بنفس الوقت العالم فيها تعمل شي اللي هو ما تتطلع على الخرازمية عم تعمل بلش تفكر بالحل لان احنا بدنا ننشر الحقيقة نحنا بدنا نفرج شو اللي عم يصير نحنا بدنا نفتش على الحل ما بدنا نضلنا عم نبكي على المشاكل اللي عم بتوجهنا مضبوط كرمال هيك من غض النظر عن الشي اللي عم بصير هلأ بالخرازمية ما باهمنا منركز على كيف نحنا منقدر نستفيد او كيف نقدر نعمل شي عن جد نقدر ننشر هيدا التوايا عن جد نقدر ننشر هيدا الرسالة في اكتر من طريقة اللي نقدر نعمل هيدا الشي وهلأ كمان اذا بتلاقي معظم العالم عم تعمل شغلة هي بلشت عم تدور على منصات بديلة لتنشر الحقيقة يعني بعدنا ما اعتمدين على صورسز من الاخبار وهيك بس بنفس الوقت يعني بدهم العالم يعني الناس صاروا الخبر احمد انت بتعرف وانت قدرة يعني اليوم كيف بينتشر الخبر حيالا شخص موجود بحيالا ما كان بالعالم تليفونه معه بيقدر يوصل الخبر عنده هيدا السلاح القوية اللي بيخليه يوصل الحقيقة يلي بيخليه يصور يلي بيخليه يحكي يلي بيخليه يطلع لايف يلي بيخليه يفرجي هيدا الشيء لو ادوى منع يعني بدك تمنع ستة مليار يحكو هي ليك بترجع النقطة لموضوع اللي هو هلأ مثلا عم بينزل فيديوهات فيها دام وفيها كل هول على السوشيل ميديا هول اشياء ممنوعة من الاساس هلأ اللي عم بيصير انه كمان عم بيصير اشياء لعالم خصصة اللي هي مثلا اذا حدا ساب حدا معين ضغري عم بيتبنت ضغري عم بيشلوله اكاونت وهيدا الشيء كمان بيرجع لمبدأ كم حدا عم بيعمل له ريبورت قدي العالم متفاعل ضده اذا بديك لانه ريبورت هو تفاعل بس ضده للغير يعني اذا الاكاونت مثلا نزل كلمة معينة وفيه الا سبب يعني وحدا اجا عمل له ريبورت او مثلا ميت حدا عمل له ريبورت لانه مثل ما احنا عنا اعداد كمان فيه هني عندهم اعداد فمثل هني عم بيوجهوا مثلا انه يعملوا ريبورت لهيدا الاحساب لهيدا الاحساب بكير ما يشيلوا هيدا الاحساب بس بنفس الوقت مثلا في صحافة من فترة هو بيغزة شلولوا الاكاونت طيعه ام شو عم يعمل اكاونت جديد ام هيدا الاكاونت تابعوا عليه واحد فاصل سبعة مليون واحد بيقديه بيزار في مهار كل اللي كانوا عنده فولوورز رجوا لحقوق يعني هي الفكرة العالم بس تكون متكمشي بالحقيقة ومتكمشي بالشي البديه بغض النظر شو اللي عم بيصير ما حدا فيه قدر يعمل شيء اليوم لما قلتلي احمد انه اصلا السوشيال ميديا مثل فيسبوك وانستجرام منعين ما شاهد الدم اصلا منعين ما شاهد العرف خليني اقول بشكل عام قبل ما تكون في حروب وقبل ما نعرض كل هالقصص ولكن اليوم قد ما تخبي قد ما تمنع قد ما تحجب ولكن ما بيقدروا يعني مبارح الأشلاء الموجودة دم المتناسر وينما كان الصورة الموجعة اللي شايفة كل العالم قد بدك تخبيها انه شلنا انستجرام وفيسبوك ما فيه مئة أبليكيشن غيرها بيقد تليفزيونات العالم كلها اليوم ما فيش بسكتها يعني الاعلام بده يوصل هذه الصورة بغض النظر اذا بده حت السوشيال ميديا على جنب انا بوافقك الرأي ولتقدر انت عن جد تاخدي هيدا المعلومات تستفيد منها مبدأ السوشيال ميديا اللي عم بيصير هو بساعدك منصة لتساعدك توصل لعالم أكبر عارشت كيف؟ فهني دايما بيحطوا هولا الريستريكشنز او الريستريكشنز اذا بدك تقولون الاشياء الحدود اللي عنا اياها بس كرمال مبدأ شغلة اللي هي بيحاولوا يتفادوا او في سكور معين دوليا بدهم يوقفوا على هيدا السكور بس بنفس الوقت اللي عم بيصير هلأ يعني قد ما عم بيعملوا بيصير في ضغط على السيرفر يعني بنهاية السيرفر الحدود عرفت كيف؟ فنحنا كل شي محتوى عم نخطه نحنا ما بنملك المحتوى انستغرام فيسبوك يوتيوب هني اللي بيملكوا المحتوى لسبب لأنه المحتوى تعنا صار هلأ مسجل مثل فيه مثل داتا بايز مثل مباني بيكون فيها داتا هيدا الداتا كلها محملة هونيك فيها كمبيوترات مثلا كمية كمبيوترات كبيرة هي اللي بتكون عاملة معقول بشي نهار لا لا هي عاملة بشي نهار لأنه بيكون أكيد في يعني مستودع وفي كولينج وكل هؤلاء لا أكيد ما بس أنا أقول أنه بنخلص ساعتها بحس أنه خلص ساعتها ببطل عندك ساشل ميديا ببطل عندك ساشل ميديا بس بنفس الوقت يعني قد ما حطي بيظل نحنا في عنا القابلية لنتأقلم عنا القابلية لنحنا نغير لنحنا نفكر بطريقة تانية أحمد عم يقدروا يطلعوا اليوم من غزة لايف عم يقدروا الناس الموجودة بغزة الناس الموجودة بهالأرض اللي عم تشتعل وعم تغلي إلى أكثر من عشرة أيام أنه يفرجوا يوصلوا هيدا الصورة أو كمان هيدا الشي مسموح قلتليك في الصحافي اللي قلتليك عنه هو بيغزة موجود بغزة كان عم ينشر الفيديوهات وهيك بس أنا أصد ناس عادة يعني ما ضروري يكون صحافة مئة بالمئة فيه كمان حدا مثلا لصوروا مبارح كيف صار القصف كيف صارت هيدا الخطوات هني ناس عاديين حدا كان واقف على البرندة وهو شيء يعني لم يمنع إذا بدك لم يمنع يعني ما منعوا كل الحسابات ما منعوا الناس يعني ما قادرين أصلا هو قد ما منعوا الحساب يعني مش قادرين مئة والمئة بالنهاية أنت بس نزل المحتوى نحنا أقوى أكيد نحنا دايما الناس أقوى لأنه في النهاية المشي الحساب لمشي الإنستغرام هو نحنا صحيح يعني بلى بلى نحنا ما في برودكت ما في منتج عرفت له لأنه بالنهاية همون يبيعوا شيء المنتج فكرة المنتج تطيعون فكرة البلاتفورم تطيعون إحنا نظلنا عليه بس بلى نحنا ما في بلاتفورم ما في شيء ليضل عرفت كيف فاللي عم نحكي عنه هلا أنه دايما العالم عندهم القدرة لا يتأقلمون عندهم القدرة يفكرون بطريقة مختلفة فبدل ما يركزوا على قصة الخرازمية لأنه بغض النظر هي الخرازمية ضدك حاليا ضدك فأنت ركز بطريقة مختلفة وهي حتى لو الخرازمية ضدك بيضال في عندك العالم اللي هي معك اللي هي العالم السبورترز إليك في كتير أكاونتات هلأ عم بتنزل محتوى عن اللي بيصير نقطة بنقطة ويجيون الدعم الصح عم يبينون العالم أكتر لأنه بالنهاية بهمهم الخرازمية أو إذا بدك السوشيال ميديا بلاتفورمز بيهمهم الربح هذا من الآخر فلا يربحوا هني بهموا العالم تظل عندهم أكتر على البلاتفورم على المنصة تعيثهم هم بتظل أكتر فلي بصير هو بس العالم تظل أكتر هني بيستفيدوا من الدعايات وهيك فإذا أنت المحتوى مثلا تغزة عم بيعملك أتراكت وعم بيخليك أكتر على البلاتفورم بتاعهم هيدا الشي اللي حتشوفيه بس بنفس الوقت في عندك النقطة الثانية اللي هي المحتوى الممنوع من ناحية الدعم القتل أشلاء هؤلاء الأشياء اللي عم بيحاولوا يحضروها بس كمان نرجع لنقطة اللي هي إذا العالم تفاعلت مع هؤلاء المحتوى إذا العالم بعثت هيدا المحتوى لناس صح مش تبعتوا لأمين مكان شركوا المحتوى مع الناس الصح اللي كمان حدت فاعل لأنه كمان هيدا السكور يعني بالآخر عم تريدني أحمد للبيزنس هي بيزنس يعني بالآخر اللي عم بيصير نحن عم نتعاطى معه من الناحية الإنسانية من ناحية التعاطف من ناحية أنه عم نوصل رسالة من ناحية أنه ما بدنا الحقيقة تنتمس ما بدنا أنه الناس تتوجه لما كان خاطئ بس بالآخر هن حساباتهم مختلفة هلأ بدنا نرجع لنقطة هاي اللي هي أنه نحن بدنا هيدا بس لازم نفكر كيف فينا نلعب اللعبة صاح فنلعب اللعبة صاح بدنا نفهم شو هي اللعبة فاللعبة هي بيزنس يعني هيدا خلاصة مزبوط بديك ترجع تفكر الانستغرام شو همه كيف يشتغل فيسبوك شو همه كيف يشتغل كل منصات شو همه كيف تشتغل وتفكر أنت كيف تقدر تستفيد من هيدا الشي لأنه بالنهاية ما بتقدر تتحكم وتغير القواعد أنت بس بتقدر تلعب اللعبة جديدة بتقدر تفكر بطريقة مختلفة والعالم أصلا مبلش تتفتش على منصات مختلفة في كتير منصات هلأ بلشوا في كتير ناس بزنسمان بلشوا الرادي عم يعملوا منصات لأي نفسه بزنس وإنستغرام وفيسبوك لأنه بتعرف أنت بس خلاص يصير في أتاك عشي معي بس يصير في هجوم عشي معي بدك حل هو حينزل بدك حل آخر مزبوط يعني تقدر تعبر فيه تقدر تشخيلك فيه تقدر توصل رسالتك فيه وهلأ كمان العالم صارت عم بتشوف ألترنتفز اللي هو مثلا فيسبوك بيعملوا تليجرام مثلا الإسرائيلية في عندهم تليجرام جروب ليهاجموا أو للحقد للكراهية شوفي لوين وصلوا إنه للحقد واللكراهية في تليجرام جروب في عندك كمان فيك تستعمل يجب نعمل بالمقابل تليجرام جروب لنشر الحب والسلام فينا نعمل تليجرام جروب لننشر شو اللي عم بيصير لننشر الحقيقة وهيكي فيها تكون انفلتر لأنه بالنهاية بالتليجرام جروب ما في عليك حدود لأنه ما حدا حيعملك ريبورت فيك تعمليه إنه يكون برايفت أو شي كمان فيه يكون ببليك وفيك تنشر فيه الإشياء إذا بدك مش منفلترة هيك كمان العالم بتكون عم تنشر الشي بس أنا دايما بقول للعالم إنه ما تركزوا عن المشكلة لأنه بغض النظر شو المشكلة إذا ما فيكن تعملوا فيها تغيير للمشكلة فكروا هيدا المشكلة كيف تقدروا تشوفوها كفرصة لتعززوا عليها وتعملوا شيء أهم أو لتلاقوا النقطة لعنجا تقدروا فيه تكون أنتوا شوف شو هدفك شوف شو الشيء اللي بدك تنشر الخبر الصح فتش على الطريقة ما تفتش على حدودك لأنه إحنا كبشر قادرين نعمل إشياء رهيبة قد ما إليك ما من قدر ننصر نحنا الموجودين اليوم نحنا خلقنيهم حقلك الإجزامبل الأخيرة اللي هي الكلب هلأ بتعطيه أنت حبوب بذر بيروح بياكلهم بس يعطيه الإنسان حبوب بذر بيروح بيزرعهم وبيعمل حديقة فيهم فلي عم بقوله هو أنه إحنا قادرين نعمل تغيير بس بدنا نفكر كيف منقدر نحنا نعمل هذا التغيير طريقة الصح شكرا كتير لألك أحمد شماس مؤسس شركة لبيركس أهلا وسهلا فيك وعطيتنا معلومات مفيدة اليوم لكل الأشخاص يلي بدون أن يظلوا الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي ويقدروا أن يوصلوا هذا الصوت وما يخلوا ولا حدا يتحكم فيهم ولا إلي ولا ماشين ولا إنسان ولا حدا شكرا كتير لألك أهلا وسهلا فيك ترجمة نانسي قنقر